احكيلي الأستاذ وحيد حامد لما بيكتب غير لما أي حد تاني بيكتب هذا الرجل موهبة عظمة ودارس الناس جدا يكتب الشخصية يكتب الكلمة اللي هتقولها الشخصية حتى لما أنت بتقري كده حس شكله ايه وصوته ازاي طبعا شريف بارع في الكاستنج بيناقل الناس مين هيعمل أنهي دوره كده تقولوا الزلام ده فيلم فز لأنه ما هواش بيختزل الناس ما هواش يا بيض يا سود ده بيتعامل معانا وبيحكينا إحنا فينا الخير والشر فينا الاستعداد للتطرف فينا الاستعداد للتهور وفينا اللي عنده خط مش هيرضع عنديه حتى لو مش غلط ييجي عند حتة الشخصية اللي عمالة الأستاذ عدل الإمام الفرق الكنتراست اللي بين الشخصية اللي لعابة الأستاذ عدل الإمام والأستاذ رياض الخولي الكتابة في منتهى البرع الإخراج ما حصلش إزاي شريف خلاهم يغنوا سوا وهم اتنين كانوا صحاب بقهم أعداء وبقهم نقيدين كل واحد في سكة والسكتين مش حلوين الفرق بينهم بس إن فيه واحد في النص متوازن يا عين يا أحمد راتب الله آه يا سلام عليه كان عامل بقى الميزان رمالة الميزان بين الاتنين وهو اللي كان بيفكر أستاذ عدل الشخصية بتاعته وهو اللي بيفكره أنت فيك الخير لسه ما تروحش شبال أوي كده وقعد أستاذ عدل الإمام أستاذ رياض الخولي فجأة نسيوا التناقض اللي بينهم ومسكوا العود وقعدوا دندنهم مع بعض يا واش واش يا واش يا مرباح ده كان أول مشهد أنا اشتغلت فيه بقى في الفيديو يا خراب يا موت